في الإمارات أجرى رئيس الدولة محمد بن زايد النهيان أول تعينات في مناصب حساسة في الدولة وهذا منذ توليه الرئاسة في مايو عام 2022 التعينات تطرح كثيرا من التساؤلات والتعليقات منذ الإعلان عنها أهم التعينات هي الخاصة بولي العهد محمد بن زايد إذ عين نجلة الشيخ خالد بن محمد بن زايد وليا للعهد في أبو ظبي ثم عين كلا من شقيقه تحنون إلى اليسار والشيخ حزاع بن زايد يمينا عين كلاهما نائبين لحاكم أبو ظبي والذي يتولاه هو نفسه أيضا قرار التعينات الجديدة شمل أيضا تعيين الشيخ منصور بن زايد الذي يتولى حاليا منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير ديوان الرئاسة عينه في منصب نائب رئيس الدولة وهذا إلى جانب الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة الحالي كل الأنظار تتجه الآن إلى ولي العهد الجديد الشيخ خالد بن محمد من يكون؟ الشيخ خالد ولد في عام 1982 هو الابن الأكبر للشيخ محمد بن زايد والدته الشيخ سلامة بن حمدان النهيان تخرج من أكاديمية ساند هيرست الحربية البريطانية الشهيرة وخادمة بجهاز أمن الدولة يتساءل البعض لماذا ظل منصب ولي عهد أبو ظبي الشاغرا منذ وفاة الشيخ خليفة بن زايد في العام 2022 وكان الشيخ خليفة رئيسا للدولة وحاكما لأبو ظبي خلفه أخو غير الشقيق محمد بن زايد رئيسا للدولة ولم يعين وليا للعهد على إمارة أبو ظبي منذ وفاة شقيقه خليفة هل هي خلافات داخل العائلة الأمريية؟ لا يوجد حقيقة ما يدل على ذلك لكن هذا ما يتدوله مغردون طبعا أول تعليق كان منتظرا وتوجهت إليه الأنظار هو لمحمد بن راشد المكتوم حاكم دبي الذي قال أبارك لأخي الشيخ حزع والشيخ طحنون والشيخ منصور والشيخ خالد بن محمد فقط رئيس الدولة بكم وبإخوانكم القادة من الجيل الجديد تستمر المسيرة وتعلو الراية وترسخ المجد حافظ الله الإمارات وشعبها وأدام عزها وازدهارها هناك تعليقات كثيرة حول الموضوع منها ما أشار إلى وجود خلافات وهذا ما دعا إلى تأخير التعينات هنا مثلا تغريدة لعباس الضالع يقول بموافقة المجلس الأعلى للاتحاد رئيس الدولة يعين منصور بن زايد نائبا له إلى جانب محمد بن راشد إطاحة غير مباشرة بمحمد بن راشد أما عمر هنا يقول محمد بن راشد يدفع ثمن سكوته على صعوب محمد بن زايد على جثة أخيه خليفة بن زايد محمد بن زايد يمهد لتعديل دستور الإمارات ونزع صلاحيات حاكم دبي من حكم الإمارات وتحجيمه في إمارته فقط سعاد التميمي هنا تقول التعينات القيادية الجديدة في الإمارات والتي أقرها وأصدرها رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد تؤكد ماتانات وقوات واستقرار الأنظمة الخليجية التي تسعى دائما لتنمية بلدانها أخيرا مع فهد يبدو أن انقلابا ناعما آخر سيحدث في الإمارات كالذي حدث في المملكة بعد إطاحة بن سلمان بولي العهد بن نايف التعينات التي أصدرها بن زايد بالأمس ستؤدي للإطاحة بن راشد بابن راشد مستقبلا ترجمة نانسي قنقر